اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خلاص.. صافيا.. صافيا يا حبيبتي ما كاملتيش أجلك يعني دلوقتي بقى أنا ثلاث شهور متجوزين وما في أكثر من العزة اللي احنا عايزين فيه يا صديقي.. نحش أنه أنا في حل وجميل وخانف فجأة.. رأيك يدور صحيني ويطلع كبوس خلاص.. يبقى تعال انجوازنا شفت بتقولي إيه؟ بقول تعال انجوازنا يا حانفي حبيبتي أنا أقولتلك كل شيء بوقته طب إيه رأيك يا حنفتي؟ في اللي يعمل لك خطة ما تخرش المية بتخليك تبعد أسبوعا البيت يا لكتفك يا عيال يا عيال إنما أنا النهاردة جايبا لكم حتة رحلة إنما إيه كده شرم الشيخ كده أنا مش هبقى معاكم إيه بس؟ لأن ماما استحالة توافل يا أمينة خلي عندك موهبة الإقناع أيوة لقاية عنده حق وبعدين هو أنت صغيرة عشان أهلك يقولولك لأ مطلحيش الرحلة لأ وإيه في كمام مفاجأة تانية تخص أمينة اللي هي إيه بقى إن شاء الله أحمد خالد هيكون في شرم الشيخ ساعة الرحلة إزاي؟ عنده حفلة هنينة وإنت عرفتي منين؟ يا بنت أنت بتقريش جرايد الإعلانات مغرقة الدنيا كده طبعا حضرتك طلع الرحلة طلعها وهي الرحلة دي عملكة ألف وخمسمائة باكو ونص باكو ونص لا باكو ونص ده دي غالية غالية قوي يا عم ادفع اللي تدفعه وإحنا هنكمل لك ما تخافش وراك رجالة لا 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 كده يا جماعة هبقى تقيل عليكم على الآخر يعني إيه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ملكش دعوه إنت هتطلع الرحلة يعني هتطلعها ما تشغلش بلك بحي المهم أنت كمان يا أمينة تعرفتك نعيم في البيت عندك ربنا معي بقى الحسن زي هتبقى مهمة صعبة قوي بس كده لازم أبدأ بحنف طبعا وعندك روح الشاي والصايع لأحلى باما في الدنيا شوية شايف الخمسينة عملهم لك بإيديق يا روحي يا قلبي يا نور عيني يا بابا يلا ده ايه الكلام الحلو ده؟ من كده بكاش عايزة مني حاجة بص من غير لف ودوران في موضوع مهم عايزك تساعدني ان احنا نقنع ماما بي ماما؟ دي بقى موضوع كبير قوي ولا كبير ولا حاجة إصحابي طالعين شرم الشيخ وعايزين نطلع معاك تتجنين تيه؟ رحلة؟ دمك بتخاف عليك تخرجي من الباب لأول الشارع هتوافق انك تروح بالد تانية؟ يا بابا بالد تانية ايه؟ ايه؟ انا رايحة الصين ولو وامك برضو مش هتوافق بقولك ايه؟ توافق ولا ما توافقش؟ انت هنا راجل البيت الكلمة كلمتك والشورة شرطك واللي تقوله لازم يمشي طبعا لا بس برضو وامك مش هتوافق هوافق على ايه حانف؟ لا يا حبيبتي اصلا امينة كان البنات صحابتها عايزين ياخدوها رحلة معاهم لشرم الشيخ شرم ايه؟ احنا بتوع الكلام ده حبيبتي؟ تعرف احنا مناش في الصفر ده ولا اللي ندعو بيه؟ يا ماما يا ماما عشان خاطري اصحابي عمالين يترياقوا علي عشان مش طلع معاهم باقولك احنا مناش دعو بصحابك وما حر يمني يقدي مع أقليه كل واحد حر في نفسه انا ولاد ما يسمونيش طب طب إيه رأيك يا حبيبتي طاخد اخواتها معاها على العالي وانسوعها اهerk كانك موافق يا راجل يا ماما萝 موافق ولا ميوافقش؟ انت هناك كلمة كلمتك والشورة شورتك ولي بتقول ايه هو اللي هيمشي؟ طبعا يا حبيبتي وبعدين انت حب نفعل بنات رجالة يعني ما تخافيش عليهم انها بحرصوا مصينوا، بس انا قلبي ما يجبنيش يسبوني قلنا بياما عشا خاطري، وحياتي وحياتي توقفي خلاص يا بيت، روح اسأل إخوتك طيب اسألهم في إيدوهل ما هي صدقوا اه، بقولك سعليوا ينانك يا رجل بطلت يبقى ماي البنكي ده ايه اللي بتعمله مع العيال ده، رب شوية غمّت قلبك شوية والافيك معلش معلش خدت الشر وراحل معلش معلش بص يا حبيبتي بص يا كايداهم سيب البيت تروح الرحلة بدل صاحبهم ما بيتمعوزوا عليهم خليهم يحتمدوا على روحهم وبعد ان انا ما صدقت تأخذك ما صدقت ايه يا راج؟ صدقت ان انا هتروح الرحلة وتأخذ اخوتها معاهم عشان اتفرغ لك يا جميل يا خون يا الله ده انا كل يوم عمالة البستة الجلبية الشكل واخر الليل بتسبني وتنام انت كلامه بس طبعا صافيان عايز اشوفك النعاردة ضروري بعد الشهر هو فيه مشتري الفورنة بفريخة ولا ايه؟ الله الله ما فيش بني بني غير الشغل ولا ايه؟ طب تعالى ما عايزك في حاجة مهمة خير يا صافي فؤاد انا اسفة انا في حاجات في حياتي تمنعني من الحب وجواز والحاجات دي انا حتى بكرة مسافرة عشان عشان اخير جوه شوي اه قلتيلي بقى تحب اقولك ايه هي الحاجات دي يا صافيا؟ بس العمال اسمعوك وطي صوتك حاضر اوطي صوت يا معلمة يا كبيرة بس احب اقولك ان انا عارف ايه هي الحاجات دي عارف؟ عارف ايه؟ عارف ان انت معلمة كبيرة قوي وان انت سكنة في المهندسين دلوقتي وعارف ان فؤاد دواد غلبان ما بقاش ينفع سكن فحارة ما بقاش قد المقام يعني فؤاد انت كده بتظلمني حرام عليك ما بس بقى كفالست وانا المشروخ على كل شوية تقولي هالي دي كل شوية ترميني بطول دراعي وفي الاخر ترجع تقولي مظلومة وميني بيظلم مين يا معلمة يا كبيرة قوي بقولك ايه انا كنت اتمنى ان انا عايش عمري كله في الفرن ده لحد ما موت بس الظهر كده خلاص ما بقاش فيه نصيب لا حد غير يكمل اظن كده يبعداني العيب وعملت باصلي معاكي للاخر بالاذن يا معلمة بترجع بالسلامة ان شاء الله بترجع بالسلامة ان شاء الله الله تسمع الكلام وخلاص تروح حد نقوي ايه خطت عليها اول مرة تحدي يا قلبي واضح ان الرنة دي للحبايب بس حالو 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 موسيقى حالو ايه วاد المترجم للقناة لو سمحت هي الطيارة اللي طلعة دلوقتي رايح على فين الطيارة دي طلعة بيروت مشاكل حليمو يا حليمو ايو انا عمينا معلمة اموري لغاية دلوقتي معلمك ما اظهرش تليف مشوارة ولا حاجة يا طرفين بس يا ربنا موسيقى الو ايو ايو الله انت هتهرج عن ميسا يلا اخوها بالسلام انا مش حرفة بس بعلمة في الايام دي بيختص غلصات كده مش عرفة ايه ايه بيروح فين انا مش عرفة الله موسيقى موسيقى مليون ايه يا اخوي ده انا لو منك ابوسه واركنه جنب الحي ده ما يسويش عندي مليون مليم يلا اخوها بالسلام موسيقى ما فيها يا معلمة واحد يا اخويا طالبني بيقولني ان المعلم حان في تخاطف قالوا عاوزين مليون البتاع لا اخدر ده اسمو ايه دونان ده ولا بودان هو ايه الموضوع ما حدش متخطف في البلد غير من عندنا ولا ايه انا مش عرفني في الهام السودا دي ومالكيش ميلي لخطف يا معلمة قال له انت عندك فكرة عن ما يخطفوه المعلم حانفي ما تخطفش يا معلمة ما تخطفش ازاي اذا كان بيقوله تخطفوه في التليفون هو انت ايه ما بتفهمش المعلم حانفي خطف خطف ايه يا اخويا اذا كانت لسه جاء للمكالمة انه هو مخطوف يتقول لخطف المعلم حانفي خطف صافيا يا معلمة خطفها وطلع على لبنان يقضوا شهر العسل هناك المطار من اين يا ويه المطار من اين يا بقى ايه ده يا عيال الواحد حس انه كان في سجنه ولسه طلع دلوقت لا برب عليك يا بيت امينة اه اول مرة تحسيني الاختيار كده انا طول عمري ما باخترش غير الحلو يالله يكشية مر يالله خطفة مطفوتش حقها اه بدك وشوشه على ايه هو ده وقته مش يالله نلحق ناخد القوت بتاعيتنا عشان ننزل نلفت بالبلد مات يالله بقى يالله طبعا يالله يا بنات يالله كل واحدة تطلع بطاقيتها عايزين يصوروها في الريسيبش انا اكدت عليهم ان القوت كلها تبقى على ستيفيوه ايوه كده خلينا نفتح البلكونات نشم نفسنا ونشوف الميا والهوى بقى يا ليلى مراد خف شوية انا بنفسي هروح اتطمنك للقوت كلها على الميا والهوى ارجوك يا سلام يالله يالله مينة الله 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 مصيري حبيبتي مصيري هقول لك ايه ايه وعيتلك ايه ايه دور علي دور الله 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 يا حنوفا ما كان يجنن فضيح الروشة دي ايوه بنتي تجنني وتهبلي كمان يا حبيبتي دي حاجة ترد الروح يا حنوفا طبعا يا حبيبتي ايه معاي انا مع حنفي هتشوفه اللي عمرك ما شفتينه ايه تتحكي عن ايه اسكت يا حنفي بتحكي عن اللي اسمها كايدام زمانها بتلف حوالين نفسها وفاكرة فعلة انك اتخطفت تلف حوالين نفسها الوات شحت لما غيرت صوته والله المعلم حنف اتخطف يا تدفع الفدية يا امان اقتله عارفك الردها ايه قالت له ايه والنبي قالت له ايه والنبي قالت له اقتله مش عايزاه مش عطفع فيه ولا مليل اهههههه واضح انها بتحبك قوي يحنوفه قد لماذلي اعمل اى فيها انا انك تكون تشكت في البت شهتها تفتكر ما هه بردها ده غريب برضى صافية لاا وادة طبيعي ونص وثلاث تربع ي Romeo اقيدهم جي تبيع ابوها وعيالها والجارين كمان ولا تخترش ولا مليل اهيوة تبيع ابوها انما تبيع الجزة وريد يحانفي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واحدة زي دي؟ بقولك ايه؟ لا 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 ده انا امر ورجالة البلد كلها تتمناني لولاش بس حانا في نفسه حلوة توضع وتنزل وتجوزك يا استكايداهم هيو يا صاحب تقول ايه يا حبيبتي؟ يا اخوانا بقول اللي اسمعته ده يا اخوانا يا اخوانا بداش فضايع كده فيروس تزعل مننا انت لسه شبت مني فضايع؟ ده انا لسه هديلك من مناقه يا خاري يا ابو البنات انت اللي جبت لنافسك عشان جبت وعدة من الشقرة وتجوزتها وحطيت رأسها برأسي يا اخوانا كده هنتفدع صفيا طلعينتي اللات اسفة مش هطلع يا حنفي الا ما اشوف اخرتها ايه ما عصدت اسمها كيداهم دي عشان خطي اطلع يا صفيا والتنك تفضلي ماشي يا حنفي يلا بس اللي الكلام معاك فوق ايوا فوق مش هنا يابو الرجالك تفضلي 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 لا ما تلمس ايدي دي خالص ما تزوقنيش وانا بحذرك اهو عدزوقيني انت مش فهم الموضوع انا هفهمك انا عملت كده مصلحة مش جواز انا عملتك فلوسنا فيلسعينك خرب فلوس ايه يا راجل انت اللي بتكلم معنى ده الفلوس Но على قلبك بسم الله ايه ماشا الله ايه كوام كوام ايه ايه يابوعين فارغة بقى trata اربعةìnر مليون جنيه تجوز على كائدهمم بناتك تلات اربعة مليون جنيه انا بتاع تلات اربعة مليون جنيه المغزم فيه تسعة عشر مليون جنيه يهسمعي الحنفي أقول لك يا حبيبي الشوية دولة ميلعبوش علي ما يجوش معايا يا روحي دولة كايدايا هم ماتبعش الماء في عرض الساقين يا حبيبي أنا يبقى معايا الفرخة دي وبص الكاتكود برضو ماشي يا ديك يا شركاسي ماشي يا أخي اللي فرط أورفك الله هو أكبر عليه والله والله ما لاش يحتسم الله تعالى بسم الله لا يا حبيبي ما يخلش علي الكلام ده خلاص أنا بقى لعلمك أنا جيت لك هنا لبنانا عشان أرجع من المدعوقة دي ورجلي على رجلك على مصر حاضر سمعني ولا لا حاضر اطلعين تريحي وأنا حطها معا صفيا يكون في علمك يا ديك البرابر يا حانفي إنت اللي اختارت تبقى جزل اتنين يعني التوينس إنت كنت نايم عندها مبارح النهاردة هتنام في قوتي وعلى سريري أطلعين أطلعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قعوة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بترجمة نانسي قنقر ابتبيت أف SER فيتّاة قمض NY ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 طبعاً المترجم للقناة 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 أوه بني شوريا أهلا وسهلا ألاقي عندك ه 2023 يا The mögliche الأقراص ما هي بلونها فSA wawli طبعاً عندكャ يا دكتر الله يُلبسك我 الله يكتor كنت بقى استعملها في مصر بس سنة نسيتها في مصر ولازم اخدها عشان عندي اصداع جامي تقوي عايز اناك اوكي خلوهو بستة علب ولا عشرة ستة قط زي معتو مش مشكلة طبال ايه كانت الخيرك دكتور هو المفعول بتاع العلب قصد المنوم بيش شغل بعد قدين لا مفعولها سريع ربع ساعة ويبتدي مفعولها الله عليك عايز الطلب متشكري قوي يا دكتور طب حسيبلي تمانهم كان بس بالدولار من فعضلك حنفتي حنفة لا 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 انت لسه نايم يا ابو البناة يا أخي صباحية مباركة يا عريس لا 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 ايه يا ابو البناة يا تتاة تقضي السفرية يا نوم ولا ايه ايه لا ايه لا ايه اكيد اهم ايه لابسة كتفين بدرك ايه ولا حاجة يا حبيبي انا لقيتك رايح في سبع نوم وانت اتشخر وانا ارد عليك وانت اتشخر وانا ارد عليك قلت يا بيت انزلي عودة الفيزيبشة اللي تحت ده شوية غات لما هيش بعنوم ويقوم براحت ده ايه الحنية انت لو عمد حنية عليك يا ابو البناة بس انت اللي بشو اخد بناة اواخد يعني يا عسى بحبك 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 خمسة بحبك فوش العد يا دلعك، يخصيليكي على النبشي مش هنا يا راجي أيوة الحبيب هو ده بنا يخليك لي يا أمو البنات، رحش دي موسيقى إيه يا حانتي يا حبيبي؟ قال له إيه يا أمو البنات، بتطول عندك ولا إيه؟ استني مركز في الوقت طيب يا حبيبي، أنا أدب استنيك أهو عشان ننزل السلسلسل ببداية أنا وإنت نقل بتاعت في السلسلسل ده مارس يا حليمو، أنا حاسة إن إحنا لسه في شهر العسل أنا وإنت أنا وإنت والمية، مفيش أي حاجة تانية حوالينا بصراحة البيت أمينة، أختي جديد طلعك بتفهم لا بصحيح، عملت فينا معروف إنها جابتنا هنا حسكت يا حليمو ده أنا زوغت منهم بالعافية أحلى حاجة هنا الهدود، حاجة تهد الأعصاب بصحيح وتخلي الواحد باله رايق اللي بحب يا بيت موسيقى 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 يا downo يا اي تن العدل يا اغلق انا ويبن يا مهم يا ماما يا بابا نزل انا نزل اي تنزل اسلمت ايدي بدر ايدي عديع يا نون لا 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 والا ال avail الي اختس لget الي اختس ل Евاظين الي اختس لت��ه الي اختس لغ يا راجل عجزت ولا اي حنفتي؟ فاشة انا لسه فعزش لبابي ام الملك يا راجل ما خست عليه؟ ما خست عليه؟ ما خست عليه؟ ما خست عليه؟ دهني في العتاق؟ طبعا شباب ايه جانبك ده انت الله وقبر خمسة وخمسة عليك عيني عليك بردة وبعد انت دلوقتي ايه؟ ده انت اجوز ايه؟ توينز يعني اتنين دوينتو اه دوينتو اه دوينتو حلمتي بولياني اكبر بخاطر صفيا مرحب ايه؟ ومالو يا حبيبي طبعا لازم تكبر بخاطر لنهر سدومنا يجيل ده انت اتنام على المنطق ده ما الجيشة لو انت جايب فلوس ده معاك ده فلوس بناتك وفلوس براتك ومولادك يعني مش هتزعلي اكيدان هازح لي عمر المزعب منك يا بول بناي انتك حبيبي حب الاول والاخير انت يا بول بناتي يا امر مواء مواء لا 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 امر مش هروح وبعد انه حدي يسير البحر ويرخ لأي ترع بربا يا لا ايهم ابقه غاما دائنة وبربا اه مش برابا كده ماما ب окي السلام يا حبيبي نوم العوان في حالة فيها عبوكو تجوز علي يا عببتي يا ماما يروعي فهمتي لما فهمتو في ايه؟ فيكم ان يكتم السر؟ حليمو يبقى جوزي نعم يا اخويا ليه بقى ان شاء الله؟ هو انا خروف بتقول نفسك يا صباح الاشتاء مش لقياهم ازاي؟ انا اكيد مطرف عفريت عملتي ايه كيدا ان شاء الله ان شاء الله